اشتركوا في القناة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي الخليفة رحمه الله وخلال الاستقبال استذكر جلالة الملك المفدى يده الله بكل التقدير والعرفان مناقب ومآثر الفقيد سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي الخليفة رحمه الله واسهاماته المتعددة وجهوده الرائدة في خدمة الدين والوطن وما له من مكانة رفيعة وما يتصف به من حكمة ورأي سديد وخلال اللقاء امر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تقديرا لمآثر الفقيد بانشاء كلية جديدة للدراسات الاسلامية تختص بتدريس علوم القرآن الكريم والقضاء الشرعي والفقه الاسلامي والفقه المقارن ويسمى هذا الصرح التنويري باسم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله تقديرا لعطاء الفقيد وانجازاته الجليلة والكبيرة التي قدمها في مسيرة عمله واشاد جلالته بالدور الذي اطلع به سموه في خدمة واثراء مسيرة القضاء البحريني وتطوير مختلف القطاعات الدينية وسعيه الدؤوب لخدمة الدين الحنيف ونشر تعاليمه وقيمه السمحة والدعوة الى الخير والصلاح بالاضافة الى اسهماته في العديد من المجالات الانسانية والخيرية والثقافية والتاريخية واكد جلالة الملك المفدى يده الله ان فقيد البحرين العزيز ترك بصمات واضحة للوطن وتاريخه سائلا الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته كما اشاد جلالة الملك المفدى بالعطاء المتواصل لاهل البحرين في كافة ميادين العمل الوطني وتفانيهم واخلاصهم في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته والحفاظ على قيم التسامح والتعايش ونسيج الاسرة الواحدة الذي تميزت به البحرين عبر تاريخها العريق من جانبهم اعرب ابناء واحفاد الفقيد عن خالص الشكر والامتناء لجلالة الملك المفدى يده الله على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة داعين الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وان يديمه عزا وذخرا وسندا وان يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة